بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بساكم الله بالخير جميعا ويعطيكم العافية أنا يمكن فغرتي هي الفغرة الختامية فعادة الفغرة الختامية يعني أي المتكلم من بعد ما شاء الله في أفاضل منهم أفضل منه تكلموا وغطوا كل شيء فأتوقع أنه ما خلوا لشيء أني أنا أتكلم فيه لكن إن شاء الله بحاول أني أنا أغطي وأتكلم عن بعض النقاط اللي نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل فيها الخير والبركة وما راح أطول لأن أنا ما أحب أطول وايد نقتصر على بعض الأمور اللي نسولف فيها وياكم ونسأل الله سبحانه وتعالى فيها التوفيق والسداد أول شيء أقول لكم بنبارك على قبولكم في الابتعاث وحقيقة الشيء اللي أنت فيه شيء مهم الابتعاث والدراسة في الخارج شيء مميز عن غيره وأنا أضرب له يعني رغمين خمسة خمسين خمسة خمسين إزاي؟ في الغالب اللي يدرسون في الخارج في الغالب أن الدراسة الجامعية اللي نحن نعرفها فيه مو كل أنواع الدراسة فيه غالبها أربع سنوات وإذا كانت فيه دولة أجنبية تكون سنة لغة وأربع سنوات فهذه كم؟ تقريبا خمسة هي خمسة في العدد لكن أثرها على الإنسان خمسين سنة حقيقة اللي من خلال كثير من الناس اللي أحنا شفناهم درسوا بالخارج حياتهم كل حياتهم بعد رجوعهم إلى بلادهم تشوف حياتها جدا متغيرة الخمسين سنة اللي بعيشها يعني هنقول يتخرج على عمره واحد وعشرين ثلاثة وعشرين الله يعطيكم إن شاء الله طولة العمر إن شاء الله بعد حط فوقها خمسين ثلاثة وعشرين كم يصير؟ ها؟ ثلاثة سبعين إن شاء الله يعطيكم طولة العمر إن شاء الله تبلغون إن شاء الله بالعمل الصالح والصحة والعافية أم يقولوا آمين كل هذه رح تتأثر في الخمس سنوات الأولى اللي أنتوا رح تكونون فيها لذلك يعني من البداية أنا أقول لكم استانسوا فيها رح تكون سنوات جدا غير وأقبلوا فيها إقبال جميل وسنوات رح تكون جدا جميلة ومهمة في حياتكم ومن أهم الأمور اللي الواحد يعني يتكلم فيها إن الواحد ربما تكون عنده هيبة رهبة تخوف أخطاء أحنا هني بالكويت عايشين والحمد لله سبحانه وتعالى واحد محيوف خاصة في بعض الأسر تشيل الولد تشيل يعني كل شي عنده موفر ومرتاح ويروح هناك اللي يكون قريب بينهلة يحس بالغربة غربة أهلة غربة ربعة غربة اللي يكون يمكن يكون أمور عمره ما فكر فيها إنه رح يسويها لكن رح يكون خبير فيها إن شاء الله جدا حياة سعيدة وراح تكون مميزة إن شاء الله في حياتكم تنتفعون فيها خمسين سنة لو بس ألت شذي يعني سؤال سريع يعني عشان ما نطوم وين بتسافرون بريطانيا خلنسمع خلنسمع إجابات استراليا وين استراليا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يبا ايه امريكا بعد بحرين زين قريب ايرلندا تمام بعدها بيسمع دول ثانية دول ما سمعتها ايرلندا بريطانيا امريكا استراليا ايطاليا زين دول مختلفة سألكم سؤال واحد اه الاجابات مختلفة لكن بسألكم سؤال واحد سؤال ثاني ليش بتسافرون تمام قصدي ليش بتروح قلي صح بعد في جواب ثاني ليش بتسافر شهادة ليش بتسافرون ها طلب العلم شهادة بعد ليش بتسافر هذا السبب يخليك تقدر انت الحين تروح شهر شهرين انت تعرف عاي ثقافات شما السبب الاساسي تقدر تعتمد عن نفسك في عطلة صيف في اسبوعين سبب اللي انتو قلتوه هذا الكل رايحين دراسة سؤال الاول سألكم وين اختلفتو السؤال الثاني ليش اتفقتو كلكم بتروح دراسة هذا شيء وايد مهم وايد مهم في حياتكم انتو رايحين فيها وين اهميته اهميته اذا انت رايح دراسة فلازم الواحد تكون لأولويات في الحياة اربع سنين انت بتروح اول شيء دراستك رقم واحد اهم شيء يوصيكم علي لازم الواحد يحط لأولويات انت رايح دير بتصرف عليك بتغير نمط حياتك كله لسبب واحد انت بتروح دراسة يمكن تكون فيه امور ثانية مثل ما قلت تعرف على ثقافات اطور نفسي خبرات هذه اسباب ثانية ماهو الهدف الاول لازم الواحد يحط جدامه هذا الشيء انا رايح دراسة شنو معناته بعدين شنو رح يأثر ترى هذه النقطة والله ترى رح تغير في حياتكم وسفركم امور كثيرة انا رايح دراسة انزين بتعلم لغة سبب ثاني انزين بعتمد على نفسي سبب ثاني كله اسباب ثانوية مو سبب الاساسي اذا انت حطيت عندك السبب الاساسي فخلاص راح تفرغ نفسك حق الدراسة هذا الاهم لو يقشي ثاني عارض دراسة شو تسوي تحط شوية على الجب خلص دراسي بعدين نتفرح حق الكل ناس ناس سمعنا عنهم شباب قابلكم اللي اسبغوكم راح قعد سنة ناس ويت ترمو راحين دراسة ناس ويت راحين وناسة اي اي ناس ويت راحين وناسة ف يروح والده يكفل عند التعليم العالي ويقضي سنة ويقضي السنة الثانية معدل ارض ارض زين ويدور من هذه الجامعات من جامعة لي جامعة من جامعة لي جامعة اخر شي يرد الكويت وضاعت علي هذه السنتين من حياته وللأسف ما اضطربوه انه يعوض عن كل المصاريف اللي هو صرفه ضيع الدنيا ضيع سنتين من حياته من اهم الامور اللي انا بسول فيها وياكم حط لك اولويات لازم تكون عندك اولويات اي شي عارب دراستك حطه شو يعجب اخلص بعدين سووا لي تبيه الانسان ترى انا اقول لكم ليش اقول لكم خمسة تأثر على خمسين لان يا جماعة الصفات والمواهب والخبرات اللي انتو الحين راح تعيشون فيها بالخمس سنين صدقوني والله خمسين سنة راح تمشون عليها اذا الواحد كان منظم وعنده اولوياته وعارش شنو المهم شنو الاهم راح يمشي عليها فمن اهم الامور اللي لازم الانسان انه هو يحطها باعتباره شنو اولويات انا رايح دراسة اتعلم لغة في ناس شفتوهم وتعرفونهم دارس لاربع سنين برا بدولة اجنبية تكلمة بانجليزي شفتوه شفتوه ما شفتوه ناس سنة انا شفت ناس وراحة ويابو شهادات من جامعات لكن رد ضيع انا اقول هذا اربع سنين ضيعها من حياته رده ماكو شي حلو ان الواحد تكون له معارف يروح يشوف بلاده ما شافها يستكشف تكون له صداقة يديدة هذا شي جميل لكن يكون هذا في المراتب الثانية ما تكون في المراتب الاولى فاول شي يكون عندك لازم تحب عندك نقطة اساسية انا رايح دراستي عقب سووا لي تبي اي شي تعابويا خلى عجب نقطة ثانية كذلك من الامور اللي الطالب ينبغي ان ينتبه لها حاول انك انت تدش في تجارب في حياتك ولا تخاف من الغلط ولا تخاف من التوهك بتغلط بتغلط شو المشكلة في بعض الناس يحط حاجز لا انا خايف اني انا اسوي هذا الشي انا خاف اني غلط ما انجح بهالشي اتصير لمشكلة يطلبون مني لا 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 اقدم اقدم وتوكل على الله سبحانه وتعالى توكل على الله في امورك واقدم على كل شي تسمعون عن الخبرة في كل مجال فيه خبير صح تلقى فيه خبير مالي تلقى فيه خبير بالصحة تلقى خبير اي علم العلوم الخبير شو انصار خبير الخبير ما وصل الى هذه المرتبة العالية الا بعد انه وقع فيه غلط يتلوه غلط يتلوه غلط حتى عرف واني غلط واجتنب هذا الخطأ اذا الانسان كان خايف انه يقع فيه اخطاء هذا شي خلاص يستريح في البيت ولا يسافر اقدم على امورك ودشع على حياتك واهلا بالاخطاء ما فيه مشكلة ما فيه واحد مو عيب ان الانسان يخطئ لكن العيب ان الانسان يكرر الخطأ مرة ثانية يمكن اطيح فيه مشكلة تدفع فيها غرامة انت ما تدري دق على ابوك انت متوهق يبقى انا شبي ومطلوب مني اني انا ادفع حالشي فانت متوهق عادي لا تكبر الموضوع ما فيه واحد لو لازم يخطئ العيب مو في الخطأ العيب فيه تكرار الخطأ فقدم فيه حياتك ان شاء الله وان شاء الله ما تقع فيه اخطاء لكن لو وقعت شي طبيعي لا تحاتي من الامور الجميلة اللي الواحد يعيش فيها خاصة المبتعة وخاصة اذا كان فيه دول اجنبية سمعت ان فيه ايطاليا وفيه امريكا وفيه استراليا وفيه بريطانيا وفيه اكثر من دولة هذه الدول الاوروبية دول مسلمة ولا لا مو مسلمة صح انا بوصيكم وصية وانتو تروحون دول غير مسلمة استمتعوا بطعم الاسلام في الدول الكافرة في الدول غير المسلمة راح تتبتع وتعرف شنو هو الدين الاسلام بره موهني صح ولا لا الواحد متى يعرف نعمة الصحة اذا مرض اذا مرض طيحتها في الونزة سبوع هو في البيت حاشة صداع لو لا قدر الله سبحانه وتعالى انكسرت ايدي الواحد يصير يحس انه متوهق ما يقدر يستخدم ايدا الانسان ما يشعر بالنعمة الا اذا فقدها احنا هنا حمد لله رب العالمين الاسلام في كل مكان الاذان في كل مكان الانساء في كل مكان كلنا نعيش في هالشيء اذا طلع الانسان راح يفقد راح يفقد امور كثيرة في الدين فهو هنا يحس بالشعور فيها من اجمل الامور واللي صج انا فعلا اوصيكم فيها وانا مرت علي تجربة خلوني اقولكم شوي من هي تجربة مو مثل تجاربك في اربع سنين تجربة ستة شهر يعني كنت انا في بريطانيا كنت في رحلة علاج مع الوالد الله يرحمه وكانت في رمضان كنت انا مسافر اول ما بديت اول ما سافرت وصلت الفندق كان الفندق اللي انا رايح له بسكن فيه يم استاد قدم مباراة بسم الله يا هادي توني ياي انا برمضان الحين ياي من جو صيام واعتكاف وقرآن وما ادري شنو فياي مباراة خير ان شاء الله خير ان شاء الله ولا الناس كلهم سكارة اللي بره استغفر الله يا هادي رمضان احنا ايين شذي بروح صلاة التراويح اقرب مسيد يمي يبيل نص ساعة ساعة على ما انا وصله فقدت فقدت جو ورمضان جدا فقدته بس وين وجدت وجدت الشيء ثاني هني انت بالمسيد كلهم تعرفهم الجنسية واحدة لكن لما تروح هناك مسيد وحرصوا على صلوات الجمعة ان شاء الله تصلونها في المسيد حرصوا على صلوات العيد انكم تحافظون عليهم تحس بطعم الاسلام لما تشوف اكثر من جنسية ما يجمعكم الا الدين شعور ثاني كثر ما راح سأسولكم لكم عنه ما راح تحسوا فيه ما راح تحسوا فيه واللي سافر يعني بالصيف وغيره وراح مسايد وشاف المسلمين يحس بشعور آخر سافرت برمضان وابي افطر الناس كلهم فاطرين فهدش مطعم قبل الفطور هذي يعني من اللحظات اللي جدا جدا ما انساها حين انا قاعد طلبت على ما طلب بي لنص ساعة هالطاولة يأكلون هالطاولة يأكلون هالطاولة يأكلون هذي اللي صارخون وموسيقى وماد ريشين وقصة فجأة تصير تسع وثلث وقت الأذان في حركة تصير هذي البدا يأكلون هذي البدا يأكلون هذي المسلمين بس مثل حالتي قاعدين بس ينطرون لذان بس قاعدين تمرة ويلا كان شعور جميل والله يعني فيه شيء أحس المهلي أنا ما عرفهم ولا يعرفوني بس أحس فيه رابط أحس فيه رابط شفت هذا وشفت هذا وشفت هذا وشفت هذا شيء جميل أنك أنت تعيش بجو الإسلام في بلاد غير مسلمين أنتوا إن شاء الله بتعيشون 4-5 سنين لا واحد فيكم يرد هو خالي اليدين يعني 4 سنين ما أسلم على إيد أحد تقدرون تخلون الناس يسلمون ما رايكم طيب لكم واحد الحين يعطيكم كلمتين عن النصرانية تقدرون تردون عليه ها تقدر أي شيء بالنصرانية يعطيك ياترد عليه عموما ترى الدعوة في الدين زين ترى والله موضوحها جدا سهل ما هي بكثرة حفظ آيات وأحادي تخلي ناس مسلمين بكلمتين ما لهم ثالث راح تذكروني هناك إذا طبقتوهم تنشونوا هالكلمتين صدقوني جرب أنك أنت تحيي الناس المو مسلمين وتدعوهم إلى الدين بأخلاقك بالسلام عليهم أنك تحيي وترحب وتكون على وصلوا إياهم حسن أخلاقك حسن سمتك لما يشوفون واحد متميز واحد مو من بلدهم ولا من أمورهم هذه يا من دولة ثانية لكن عليه الهدوء ما عند أزعاج يتعاهدهم بالسلام بالهدايا هذه متعاون صدقني بترد إن شاء الله وأسلم على يديك واحد واثنين وثلاثة وهذه وجورهم لأي يوم القيامة في ميزان حسناتك لا تقول ما أقدر جيد مورن جيد إيبني بس سلم عن الناس وتعاملوا إياهم بتعامل جدا طيب ورح تقدر أنك أنت ترجع إن شاء الله في ناس وايد أسلموا بإذن الله سبحانه وتعالى زين بتكلم عن نقطة ثانية أنتون حين ما شاء الله إحنا عددنا كلنا كل واحد أكيد له في الحياة له طريقة اللي يعيش فيها له نمطة لو أني أنا يبت مثلا هذه الغرفة زين وقسمناها هذه طبعا أكثر من قاعة يعني ممتدة ولكن أنا قسمتها قاعة قاعتين ثلاث على نفس على نفس المساحة وقلت لكم يلا كل واحد يفكر بأن هذه شقة وقسمها رتبها على اللي رايحك زين بعددكم كله نفس المساحة نفس الوقت وما حد يدري عن الثاني هل راح تتفقون في طريقة تقسيم الغرفة؟ كيد لا كل واحد لنظرة كل واحد لإحتياجات كل واحد لطريقة هذا الشي اللي حين أنا بقول لكم عن الموضوع المالي والأهداف المالية والخطة المالية لأن الميزانية وضبط الميزانية والأمور المالية من الأمور المهمة للمبتعث حط ببالك أن حاجاتك غير عن حاجاتك غير عن حاجاتك كل واحد له طريقة ما يصير طريقة وحدة أنتوا كلكم تمشون عليها يا تمشي عليها يا كلكم غلط ما يصير لكن في ضوابط عامة أنت الحين في ضوابط عامة لو بالغرف هذا اللي بتقسمونها فيما بعضكم البعض أكيد بتحط لك فراش أكيد بتحط لك غنفة تكرموه من الحمام يعني فيه أشياء مشتركين فيها وفيه أشياء كل واحد فيكم رح يختلف فيها عن الثاني هذا شي طبيعي لكن من أهم الضوابط اللي لازم الواحد يراعيها في أمور المالية أكثر من الموضوع النقطة الأولى يريدكم التجرونها لأنها جداً رح تنفعكم في ضبط الأمور المالية وأنتم سافرين الأمر الأول ضع أولوياتك المالية أول شي شوف مصروفاتك فيه مصروفات أساسية وفيه مصروفات ثانوية فيه مصروفات أساسية هذه أنت لازم من أول شي من أول شي لازم أنت تحطها شنو مصروفات أساسية مثل سكن شقة أنت أنت تدفع حق الشقة هذه هذا مصروف مهم ما تقدم عليه شي ثاني ثاني هذا واحد بعد أكل الأمور الطعام أنت شون رح أنت رح تعيش هناك سنوات طبخك طلعاتك حق المطاعم وغيره لازم تحط لك ميزانية معين يعني مثلا أنا أجار الشقة طبعا لازم تحطون هناك ساعة يطلبون منكم تأمين ساعة يطلبون منكم قبل شي أدوان أنهم أنكم تدفعونه قبل تمام تحط لها مبلغ الأكل لازم تحط له سقف ما يصير تفتحه على مصرعه تحط من أمورك الأساسية الكهرباء أنت رح تدفع قيمتها المواصلات لازم تكون عندك أنت خانة هذه المصاريف الأساسية تعرف اللي كل عليك الواحد إذا عاش بأمور المالية من دون ترتيب ضع كل ساعة بدك ألبوك عطني كل ساعة عطني 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 ليش أن أنت ما حسبت حسبتك ولا ضبط فالشيء المهم أنك أنت تحط لك المصاريف الأساسية هذه المصاريف الأساسية هذه خطة حمر هذه من اللعانة والراتب تروح وأنت تغطيها تبقى في أشياء أنت عندك أنت رح تستخدمها الموايد واحد بيطلع بيروح عند طلعات وناسة رحلات أشياء ترفيه المطاعم بس مو الأساسية المطاعم العزايم القهاوي غيرها هذه مو أساسية هذه أنا أحطها بالثانية لازم أنت تحط لك كذلك شنو مصاريفك هذه الثانوية النقطة الأخيرة وهي جدا مهمة أو ما بيكثر عليكم بيعطيكم أهم الأشياء الأساسية حساب الطوارئ لازم يكون أنت عندك شيء اسمه طوارئ شنو معناته؟ تنزل لك ألف تأخذ لك منها جزء هذا في الطوارئ هذا ما تجيسه هذا ما تحركه على طول من الحساب ليه؟ بتحطه بخزنة بتحطه بحساب ثاني اللي يكون حطه بأي طريقة عندك هذا حط عليه خمسين قفل حساب الطوارئ زين؟ شنو فكرة؟ أنه من ما أنت تبدي أنت لازم من البدايات والبدايات إن شاء الله خير لازم تحتاط مستقبلا لا قدر الله صارت لك مشكلة لا توهق لو صارت لك مشكلة عندك أنت مبلغ تقدر تدبر في حياتك أمباق منك كرتك مثلا أنت تسوق سيارة وطلعت على الإشارة لا قدر الله لا قدر الله واحد دعم اطلبوا مننا مخالفة أمباق مننا شيء تعال تقعد الكويت وتعال ساعدوني ولا تعال يا صاحبي عطني لو سمحت وتعال ليش؟ ليش أنت تطلب الناس أنت من نفسك ومثل ما أقول لكم يا جماعة والله العظيم اخذوا من أخوكم اللي راح تعيش عليه هالخمس سنين هذا نمط حياتك خمسين سنة جدام قدرت تضبط مصاريفك خمسين سنة جدام أنت ما شاء الله مرتاح تشوفون تحين بالناس في ناس عليهم مديون وما أنه ينزل راتب لأحد يقعد لي آخر الشهر على فلان على فلان على فلان على فلان على فلان ليش أنت تعيش شدي لازم يكون عندك حساب راتب طوارئ تحط فيه إذن كم نسبته؟ كم نسبته؟ كم كثرة أنا آخر؟ واحد بالمية؟ خمسة بالمية؟ عشرة بالمية؟ عشرين بالمية؟ ثلاثين بالمية؟ كم؟ شرايكم؟ خمسة؟ 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 عشرة؟ تثمية على الإخصصية والإخصصية؟ ما شاء الله خوش كلام تمام؟ تمام؟ الحسب كم عندك؟ الحسب كم عندك؟ الحسب الظروف؟ الحسب الظروف حلو؟ حسب أولوياتك؟ كم تاثم؟ كل الكلام اللي قلتهم صح ما في نسبة ما في نسبة تستطح لكم كلكم ما في أقول لكم ما نعطيكم نسبة يلا خمسة بالمية قطعها وحطها ما في ما في نسبة ليش؟ أنت بتعيش بدولة تكلفتها غير عن الدولة الثانية تكلفتها غير عن الدولة الثالثة غير عن الدولة الرابعة أنت احتياجاتك تختلف من شخص لي شخص لي شخص بس يعني لا تقل عن خمسة حاول تخليها عشرة كثر ما تقدر ترفع هذا شي جدا جميل بس ضروري ما تحط أولوية شوف لازم أول ما تبدي أول شهر أول شهرين أول ثلاثة شهر من حين أقولكم إياها هذه لوية عفسة ما وصلت لفلوس أهني مطالبيني عادي عادي أي مشكلة أنت تقع فيها استقبلها بصد الرحب أنت قد تعلم خيرا توكع الله بس ابدأ أسس نفسك ما توصل حق نقطة معينة وكثر ما أنت تقدر أنك أنت توفر حق حساب الطوارئ هذا شي جميل تدرون وين لذتها حساب الطوارئ أي لا 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 مطح قول يا سلام عليك يا سلام عليك خلى مكافأة لك إن شاء الله ما تحتاج عن حق شي يمكن أن تأخذ جزء منه تستعين يمكن لكن إذا قدرت أنك تضبط أمورك فآخر سنة لما تخرجون إن شاء الله تردون نيبة تفسفس الفلوس صح راح تستانس عدل راح تطلع حرة خمس سنين راح تشتري مو لي تبيه فوق اللي تبيه إذا أنت مشيت صح من البداية راح تكون إن شاء الله عندك شي جدا جدا مهم كبير أنت تقدر تمشي عليه فالشاهد عندك أشياء أساسية حاولك أنت تغطيها الأشياء الثانية الكمالية الترفيهية لا الواحد يترفه وايد أنتو كلكم شباب في مختمل عمر في مختمل عمر شنو معناته يعني ما شاء الله تستحملون اتعب ما في مشكلة لا ترفه نفسك وايد أنتو مو كبار وصلتوا إلى عمر الخمسين والستين اللي الواحد يبي يشتري راحته في بعض الأمور لا والله اتعب فيها شنو المشكلة راح أقول لكم قصة عني أنا عندي نظرية أن أنا أدفع ماذا إذا تتوافقوني على هالنظرية ولا لا احنا ناخذ فلوس وندفعها عشان نمشي صح ولا لا احنا مو نشرك بنادي ونادي الواحد شيء سوفي مو يمشي صح أنا أدفع فلوس عشان نمشي فخلاص إبقى أنا ما دفع فلوس بس نمشي كنت سفرة العلاج الوالد الله يرحمه وكان لها الوياي ردوا كنت أنا بروحي أنا بروحي الحين أنا شباب وما أخذ راحتي فقعت عقب ما راحه تقريبا شهر شهر كامل ما أذكر أني خذيت أوبر ولا تاكسي شهر كامل شهر كامل كان عندي اندرغروند والباجي ماشي أحب المشي مشي رياضة ولا لا رياضة ولا لا رياضة وصحة مو أنت إذا تبي تاكل حلويات وتبي تفتح شوية من هالصوب لازم تعادلة بشنو ماشي شيء يعني عادل شيء فكنت في بعض المرات ما عندي مشكلة أني أنا أمشي نص ساعة ساعة أخلط لي شغلة وأرد صحة قوة شباب مو حريم والله الحريم يتعبون بسرعة ولا ناس كبار بالسنة الخمسين والستين عادل وقدرت أني أنا أوفر مبلغ استخدمت حق شيء ثاني اللي أنا أبي يعني شيء فبعض الأمور الكمالية تقدر أنت تستغني عنها زين وتقدر أنك تاخذها تالي من الأمور المالية قاعدة مالية حلوة إذا طبق أنا حقيقة أنا الحين أنا مستخدمها بحياتي زين و مستمتع فيها و معلم عليها عيالي وعلم عليها الناس يعني أحاول أنا أقول لهم طبقوا قاعدة الهدية قاعدة الهدية أنت شفت لك شيء والله أنا شفت لي في هذا الجهاز مثلا هذه الكاميرا شفتها حلوة وعجبتني ودي أشتريها وعند الفلوس كان الفلوس وزايدة عن حاجتي الفلوس موجودة زايدة عن حاجتي أشتريها لا لا أشتريها لا أشتريها لا أشتريها ليش الشيء إذا بسرعة ما تحافظ علي عدل حقيقة والشيء إذا شريت بتعب تيمع الفلوس وأنت تنطره وصار لك فترة عليه لا والله تخاف إنه واحد سوي لأوخر كاميرتي وتعمت عليها يبتهى من شقاي صح ولا لا ترحى هذي الدنيا شذي شيء ليك بسهولة يروح بسهولة الواحد يعني متى يستمتع في الأكل عدل كان يعان إذا كانت يعان تستمتع بالأكل أما تخيل أنت طالع من مطعم وشبعان وتشوف أحلى أكل جدامك تاكل ما تاكل الواحد يستمتع بالأكل من الجوع ويستعذب الشرب من العطش الشاهد شنو قاعدة الهدية هذي حط لك أهداف أنا والله بشتري هذي أنا بشتري هذي شو بسوي لازم أخلص واحد اثنين ثلاثة أربعة عشان أني أنا أنا أكافئ نفس أني أنا أشتريها يعني أحط لي أحط لي مهام أني أنا أسويها أنا عندي غرفتي ما رتبتها أنا في أشياء ما خلصتها عندي ريبورت ما خلصتها لازم أني أنا أكتبها حط لك أعمال لازم تسويها الفلوس عندك تقدر لا لا أنا أنا ما أخذها على طول أنا بأنجز واحد اثنين ثلاثة أربعة إذا قدرت أني أنا أنجز أنا أشتريها أنا هذا الامتحان بي فيه فول مارك إذا يبد فيه فول مارك أنا أشتريها ما يبد ما رح يشتريها شو اللي رح يصير يكون في دافع عندك أنك أنت تدرس ليش وانت قد تدرس تذكر الكاميرا وانت قد تقلب الصفحات تطلع لك الكاميرا شي جدا معينك كاميرا تنام تحلم فيها الشي حقيقة ما تحصل عليه إلا بالتعب والله رح ييلك بكل المكان عندك تليفون طالع ويديد ومسوين عليه عرض ومسوين على خصومات يعني تقدر تيبه لا 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 تأخذ حتى لو تقدر على فلوسه لا تأخذ بسهولة حط لك قاعدة الهدية أنا ما أخذ الشي إلا بعد ما أنجز هني رح تستمتع وانت تشتري وانت تقتني انت رح تحافر عليه والأهم من هذا أنجز أمورك العالقة في أشياء انت من زمان انت كاشت فيها وما سويتها وما في دافع يدفع كل انت تسويها متى رح تسويها لما تسوي هذا المبدأ شويت نظام الهدية هذا في نظام ثاني بعد في نظام ثاني هذا كذلك يوفر وياكم في الأمور المالية وائد يوفر أنا قصرت بشيء معي درجة صارت علي غرامة تأخرت له شنو عاقب نفسي عاقب نفسي أنا والله قصرت وما يبجري ما رح ما رح شرب قهو هالأسبوع عاقب نفسك هذا المبدأ يأثر بالواحد يمكن تستغربون يمكن ما تصدقوني قولوا هذا شي قول استمت جربونها بالواقع والغربة رح تعلمكم واحد أمورك المالية حاول أنك أنت تكتبها مصارفك الأساسية لا تعتمد على ذهنك لا تعتمد على ذهنك لأن ذهنك رح تنسى إذا ما كتبتها بورقة ودفتر اكتبها بتليفونك أنا دفعت جار الشقة كذا وأنا دفعت مصاريف التليفون كذا اكتب لا تعتمد على الذاكرة وإذا قدرت أنك أنت تاخذ الوصل هذا أفضل حافظ حافظوا على الوصولات من الأمور التي قد تدفعون هناك رح تدفع تأمير رح تدفع أي شيء ضاع شيء عندك وصل تكتب متى رح تعرف الفايدة فايدة الكتابة لما أنت رح تنسى أو حتى أنت تفيد غيرك يعني كل واحد فيكم رح يكون عنده خبرة بعد سنتين ثلاث أربع فأنت عندك قائمة تقدر تنفع فيها غيرك فاكتب كل مصاريفك عشان أنت تقدر تعرف التقدير مالك من أكثر الأمور أكيد أنت بتروحون وتقولون والله الإعانة ما تكفي وما توفي ولا شيء من أهم الأمور التي تفتح لك باب الرزق الصدقة هدا أنا طالب هنا يا الله كفيني فلوسي وهين بتصدق تصدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنفق ينفق عليك أنفق يا ابن آدم ينفق عليك والصدقة سميت صدقة لأنها تدل على صدق إيمان العبد عندك أنت قال تعطيه ليش لأنه تدري أن الله يعطيك أنت عندك المحسوس قال تبرع فيه لأجل الأمر مو موجود هذا يدل على صدق إيمان ترى صدقة يا جماعة مو لازم ألف دولار ولا ألف باوند دولار واحد تصدق فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو شق تمرة دولار دولار باوند يورو نعمة عط حاول أنك تكون لك صدقة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوق إذا أنت تصدقت في وقت وجودك للمال في يوم من الأيام رح تتيك مشكلة والله رح ينقذك منها سفل الصدقة من صدقتها من قبل سبوع سبوعين شهر شهرين سنة سنتين أقول لكم لا تقلطون كل فلوسكم لكن حاول حتى لو على واحد كافر يعادي شو المشكلة نحن قلنا نتكلم عن صدقة ما نتكلم عن زكاة زكاة للمسلمين شفت واحد مثلا من الهوملس وعطيته ترى هذا خير صدقة باركة ترى صدقة مو لازم بالفلوس أنت إذا رحت مطعم وزاد الأكل وخذيته وإياك وعطيته من المحتاجين صدقة ولا لا صدقة المهم حاول أن هذه صدقة ما توقف عندك حاول أنك أنت تعطي بالمعروف لا تقلطوا كل فلوسكم أدي ما أتكفيكم بس ابذل وإن شاء الله رح إييك الخير من الأمور اللي الواحد يمكن هناك يحتاجها كذلك أنه يفتح حساب في بنك هل يجوز أن الواحد يفتح حساب في بنك والبنك يكون غير إسلامي هذه من المساء اللي دايما تطرع على الناس مثل ما قلت لكم أنت ومو في دولة وحدة أنت وفي مختلف من الدول وجود البنوك الإسلامية ما هو متوفر في كل مكان طبعا أن الواحد يسعى جدا أنه ما يفتح الحساب إلا يكون في بنك إسلامي عشان تكون فلوس حلال في خير لكن أنت ما لقيت بنك الدولة اللي فيها طقيتي مين يسار والدولة طلبهم منك أنك أنت تفتح حساب هناك محلي عندهم فتقدر أنك تفتح حساب حتى لو ما كان إسلامي إذا ما في غيرها ما كل هذا ما في أي حساب إسلامي ما كو أي بنك إسلامي تقدر أنك أنت تأخذ تحط فلوسك هناك إنزينياتك أرباح من البنك الربوي هذا على الفلوس تأخذها أو تخليها تحرقها لا 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 تحرق فلوس لا 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 تخليها لهم بعض الناس يقولك لا أنا أهم البنك كيف هاي فوائد ربوية أنا ما أخذها خذها بس لا تحطها عندك أعطها طلع على الهوملس لا تنتفع فيها إذا أنت كنت حاط عندهم وياتك أرباح لأن هذه الأرباح غير جائزة لكن أنت مفطر أنك تفتح حساب مع أن هناك أنا ما بيقدش تسويق لكن في إحنا في بنك بوبيان عندنا بنك في بريطانيا بنك بريطاني اسمه بنك نومو تقدر تفتحه بسرعة ويعطيك ست عملات تقريبا أغلب الدول اللي قلتوها يخدمها فأنت تقدر تفتح هذا الحساب وحساب إسلامي وتقدر تداول فيه ويعطيك كل الخيارات اللي عندك لكن لو صار أنه ما لقيت إلا بنك تغليدي فيجوز إن شاء الله آخر نقطتين شي صعب بقول لكم وياه أحين مشاء الله بخلص وافتح باب الأسئلة في هدف زين أنا أدعوكم أنكم الطبقونة وهو صعب بس مو مستحيل بس إذا قدرت الطبقونة فهذا شي جدا كبير ويخليك أنا قلت لكم الخمس سنين اللي أنت قات عيشها تعطيك نمط حياة خمسين سنة جدا الهدف حاول حاول أنك أنت تعيش هناك بالإعانة الجامعية اللي تاخذها من دون ما تطلب منها لك فلوس سهل وصعب ها سهل زين والله الناس وائد يقول هناك فلوس ما تكفينا هتلقى كل شهر إيبا يمنا إيبا يمنا فلوس 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 حتى لو كانوا أهلك عندهم خير عندهم ملايين عود نفسك وهذه ترى كلها من الأمور العادات عود نفسك إنه أنت عندك باجت معي أنت مشي عليه لا تطلب تمر فيك أوقات صعبة لازم تبي دق رفع تلفون عادي أول أيام فيه مصاريف على ما تأثث الشقة وبتسوي وتحب اطلب بس حط عندك هدف خلى هاجس يمر عليك الشهر والشهر والثالث ما تطلب حاول اجتهد خلي يكون عندك ما شاء الله إن شاء الله حساب الطوارئ يكفي يزيد ما يحتاج أنك أنت تطلب هذا هني أنت قاعد تقوم نفسك قاعد تقوم سلوكك قاعد تقوم احتياجاتك لا والله هذا ما رح أدفع فلوس لا أنا فلوسي أولى رح أنت تحس أن احتياجاتك رح تختلف ما أقولكم غلط إن الواحد يطلب من هله بالعكس هذا إلى هلك إذا ما طلبت من هلك يطلب من منهم لكن أنا قاعد أتكلم عن ناحية سلوكية تربوية الواحد يربي نفسه حاول أنك أنت خلاص هذه الفلوسة اللي عندك عيش فيها وتوكل على الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله بيسر لك أمورك هذا تقريبا اللي بعض الأمور اللي كنت بيسر فيها وإياكم عسى رب إن شاء الله يفقكم في سفرتكم وتنالوا فيها إن شاء الله الخير ترجعون بالشهادات العالية والخبرات المتراكمة وحققتم يعني أشياء كثيرة ومتعددة وأنتم في الخارج قدرتوا أن تكون لكم صحبة جميلة ترى شوفوا من أجمل أنواع الصحبة والرفقة صحبة الدراسة برة نشوفهم اتيم معهم في كنرمضان وبالغبقات هذين دفعة ما دريد شنب أمريكا هذين دفعة ما دريد وين بماشستر ويو وما على قلب واحد ترى وجود هذه الصحبة الطيبة اللي أنت تلتف وياها بهذه الظروف راح تتم وياك علاقت علاقتكم وياهم وايد طويلة شاكل لكم حسن نصاتكم واستماعكم إن شاء الله قدرت أني أقدم لكم بعض الأفكار اللي من خلالها إن شاء الله تستفيدوا منها في رحلتكم وصلى الله وسلم مبارك حانا بينا محمد والحمد لله رب العالمين